الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعارفة هذا هو المقطع الحادي والأربعون بعد المئة الدرس الحادي والثلاثون في اقتصاد الجزئي نظرية المنشأة الجزء الثاني تحت عنوان الناتج الحدي للعمال وتعظيم الأرباح lesson number 31 in microeconomics theory of the firm part 2 margin product labor and profit maximizing labor input أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كل أرجاء وطن العربي الحبيب وعلى بركة الله نبدأ نظرية المنشأة والناتج الحدي للعمال وتعظيم الأرباح عرفنا في المقطع السابق المنشأة وقلنا بأنها وحدة الانتاج الأساسية التي تحول متخلات الانتاج إلى سلع تقوم ببيئها في السوق من أجل تحقيق الربح من أجل أن تقوم المنشأة بوظائفها الانتاجية لابد أن توظف مستويات معينة من مدخل العمالة labor واختصار L ومدخل رأس المال capital اختصار K إضافة إلى المواد الخام والمدخلات الضرورية الأخرى الآن يعرف الناتج الحدي للعمالة margin product of labor اختصار MP sub L بأنه التغير الحاصل في الانتاج الكلي عندما يتغير حجم العمال المستعمل في الانتاج بوحدة واحدة ويعرف رياضياتيا كما يأتي margin product of labor sub L طبعاً MP sub L يساوي التغير في total product أو التغير في الانتاج الكلي على التغير في حجم العمالة طبعاً هذا المختصر يكافي هذا المختصر ويساوي طبعاً التغير في كمية الانتاج على التغير في حجم العمالة باللغة العربية يساوي التغير في كمية الانتاج على التغير في العمالة اللي هو margin product of labor equals change in total output divided by change in labor equals change in quantity produced divided by change in labor ناجل حدي العمالة هذا التغير في كمية الانتاج هذا التغير في حجم العمالة وكذلك أمر هذا التغير في كمية الانتاج نظرية المنشأة نكمل تقول النظرية بأن المنشأة توظف الحجم المناسب من العمالة المنشأة توظف الحجم المناسب من العمالة وتدفع لهم قيمة ما ينتجه آخر عامل قامت بتوظيفه حيث VMP value of margin product قيمة الناتج الحدي للعمال تساوي margin product لآخر عامل قامت بتوظيفه ضرب سعر وحدة الانتاج اللي هنا طبعا قيمة الناتج الحدي value of margin product equals الناتج الحدي لآخر عامل margin product of the last lever مضروب الآن بسعر بيع سعر price of the commodity هذه المعادلة السحرية التي توظفها المنشأة في سبيل تحقيق هدفه وهو تعظيم الأرباح إذن تدفع للعمال حسب حجمهم كل واحد منهم ما أنتجه آخر عامل قامت بتوظيفه هاي القاعدة الذهبية لتعظيم الأرباح لنفترض الآن بأن لدينا الجدول التالي من حجم العمالة بدأ بصفر واحد اثنين ثلاثة وانتهى بحدعش التوتال اوتبوت اللي هو كمية الانتاج الكلية من مستويات العمالة هذه كانت الصفر ثلاث ثمانية وهكذا إلى انتهينا بستين وهذا المارجر بردك طبعا سأكمل شرح بقية الجدول إن شاء الله بعد أن أذكر هالملاحظة هاي لنفترض أن المنشأة قد استعملت عددا من عمال فنيين على خطوط الانتاج وانتجت الكميات بالكلف المبينة في الجدول هنا هاي الكميات اللي وظفتها من العمالة وهي الكميات الانتاج كان سعر بيع الوحد الواحدة من الانتاج بي تساوى 15 إذن سعر بيع السلعة 15 دينار دولار أو جنيه أو درهم ما كان وقررت إدارة المنشأة أن توظف عشرة عمال إذن ستوظف عشرة عمال هنا ما يعني بأن أجرة العامل ستكون ما أنتجه آخر عامل وهو المارج بريدكت أو the 10th labor يعني آخر عامل رقم عشرة أنتج آخر يعني أضافة إلى إنتاج وحدة واحدة أو قيمة ما أنتجه العامل العشر الآن دعني أشرح الجدول هنا مستويات العمالة الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا حتى انتهي المهد عشان الآن عدد العمال أو حجم العمال للموظفة المنشأة مجموع ما أنتجه كان عندما كان صفر ليبر صفر من العمالة كان مجموع الإنتاج الصفر عندما ارتفع إلى واحد أصبح الانتاج الآن ثلاثة عندما ارتفع إلى اثنين عدد العمال أصبح الانتاج ثمانية عندما أصبح ثلاثة أصبح خمسطحش وهكذا إلى أن انتهينا قبل الأخير عندما أصبح العمال عشرة أصبح الانتاج ستين وآخر واحد 11 بقي الانتاج عن نفس المستوى المستوى السابق ستين ما يعني بأن آخر واحد لم يضب شيئا الآن عندما زاد حجم العمالة من صفر إلى واحد زاد الانتاج من صفر إلى ثلاثة معنى ذلك أن الزيادة على الإنتاج كانت ثلاث وحدات من العامل الأولاني عندما زاد حجم العمالة من واحد إلى اثنين زاد الإنتاج من ثلاثة إلى خمسة ما يعني الآن بأن الزيادة على الإنتاج من العامل الثاني من العامل الذي ترتيبه رقم اثنين كانت خمس وحدات وعندما زاد حجم العمالة من ثلاثة زاد الإنتاج من ثمانية إلى خمستاش ما يعني الآن بأن العامل رقم 3 وليس العمال الآن العامل الذي تركيب أو العامل الثالث أضاف إلى الانتاج 7 وحدات وعندما زاد حجم العمالي من 3 إلى 4 زاد الانتاج من 15 إلى 25 ما يعني بأن العامل الرابع أضاف 10 وحدات وهكذا الآن للبقية عندما زاد حجم العمالي من 4 إلى 5 زاد الانتاج من 25 إلى 40 ما يعني ذلك بأن العامل الخامس أضاف 15 وحدة للإنتاج وهكذا للبقية إذا بتلاحظوا 10 5 2.5 الإضافات يعني العامل الثامن أضاف 2.5 العامل التاسع أضاف وحدة ونصف الوحدة العامل العاشر أضاف وحدة واحدة فقط لغير لكن العامل الحادي عشر لم يضف أي شيء الآن النظرية بتقول أنه إذا أرادت المنشأ أن توظف عشرة عمال كما ذكرنا هنا فستدفع لكل واحد منهم آخر يعني ما أمتجه آخر عامل وظفته وهو العامل العاشر معنى ذلك أنه ستدفع لكل واحد منهم فقط وحدة واحدة من الإنتاج وحدة واحدة قيمتها طبعا 15 فالآن لإيرادات الكلية حجم الإنتاج Q أو TP مضروب في السعر فهنا عندي ثلاثة ضرب 15 كان الإيرادات الكليه 45 عندي هنا ثمانية ضرب 15 يعني حجم الإنتاج كان ثمانية ثم ضربها في 15 كان الإيرادات الكليه 120 ثم 15 ضرب 15 ثم ساوى 225 25 ضرب 15 ثم ساوى 75 وهكذا إلى أنتهينا الآن بالتسعمية الآن الكرفة الكليه هي حجم العمالة ضرب سعر الوحدة الواحدة سعر الوحدة الواحدة من العمالة ساوى وحدة إنتاج بما أنه قيمتها فمعنى ذلك أنه كل وحدة عمالة سندفع لها إما وحدة إنتاج أو قيمة وحدة الإنتاج كما ذكرنا في value of margin وبالتالي العامل الأول يعني عندما كان حجم العمالة واحد كانت كلفة الإنتاج 15 بافتراض أن الكلفة الآخرة أهملناها فقط من أجل التوضيح توضيح المسألة عندما وظفنا عاملين كانت كلفة الإنتاج عاملين ضرب 15 لكل واحد منهم فكانت الكلفة الكليه 30 ثلاث عمال كلفوني 45 أربع أمال كلفوا 60 وهكذا إلى أنه عندما وظفنا عشرة كلفونا عشرة ضرب 15 يساوه 150 لن نوظف 11 لأنه قيمة ما أضافوا على الإنتاج كانت صفرا وبالتالي سنناقض النظرية إذا دفعنا لكل واحد صفر لأنه لن يشتغل معنا أي إنسان مقابل الصفر وبالتالي هذا العامل سنهمله فالمنشأ اختارت أن توظف عشرة مقابل كل عامل يأخذ وحدة واحدة قيمتها 15 كما ذكرنا وبالتالي الكلفة الكليه نضرب حجم العمالة في عدد العمال حجم العمالة ضرب كلفة كل واحد منهم وبالتالي هنا عشرة بكلفوني 150 إذا طرحنا الآن إرادات كلية نطرح أو ناقص نطرح منها الكلفة الكلية تطلع عندي الأرباح الأرباح تساوي total revenue ماقص total cost كما ذكرنا في السابق أو سنذكرها لاحقا كمان للتذكير وبالتالي بتكون أرباح من صفر عمالة صفر العامل الأولاني أدى إلى زيادة الأرباح إلى 30 العاملين 90 ثلاث عمال 180 وهكذا وبالتالي أعظم ربح كان 750 مقابل 10 أو 11 لكن 11 لن نوظفه لأنه إضافته على الإنتاج كانت صفرا وبالتالي تحقق فعلا يعني شرط النظرية بأن الآن أعظم ربح ممكن هو 750 عندما نوظف عشرة عمال وندفع لكل واحد منهم وحدة واحدة من الإنتاج أو قيمة هذه الوحدة السعر ضرب 15 وبالتالي value of margin product نكمل الآن تعرف الإرادات الكلية تؤترض بما كما ذكرنا بأنها قيمة مجموعة المقبوضات التي تستلمها أو تستحقها المنشأة لقاء بيعها السلعة التي تنتجها وعادة ما يتم حسابها من حصيل الضرب الكمية المباعة بسعر البيع اللي هو total revenue وهذا يساوي سعر البيع السلعة ضرب كمية السلعة هذه الآن الإرادات الكلية total revenue TR سعر البيع وهاي الكمية من السلعة الآن تعرف أرباح المنشأة للتدخيل profit اللي باي بأنها الفرق بين الإرادات الكلية والتكاليف الكلية ذكرناها total revenue مطروح منها total cost هذه الأرباح total revenue لإرادات الكلية والtotal cost الآن يمكن لنا أن نمثل ذلك بيانيا من الجدول السابق من الجدول السابق إذا أردنا أن نعيده بعد إذنكم نرجع هذا هو الجدول هذه الإرادات الكلية نطرح منها الكلفة الكلية بنتج عندي الأرباح إذن إرادات كلية مطروح منها الكلفة الكلية بتعطيني الأرباح وهكذا نصل لآخر شغلة أيها اللي هي الآن وبالتالي الآن بدأ مثلها بيانيا على المحور الأفقي حجم العمالة على المحور العمودي الأرباح اللي هي توت الربيني ناقص توت الكوس هذا الآن منحا الربح تحقق أعظم ربح ممكن عندما وظفت المنشأة عشرة وحدات من العمالة لكنها ربحات بالحال هاي سبعمائة وخمسين كما ذكرنا أرجو أن يكون قد بيان هذا المقطع هذه النظرية البسيطة بإذن الله راجيا إن شاء الله أن تكون قد حصلتم على الفائد المنجو وشكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله سيكون عن نظرية للمنشأة الجزء الثالث هذا خطأ طبيعي الجزء الثالث بإذن الله لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة وتحسين الأداء تعميم المعرفة باللغة العربية الجميل لغة القرآن الجميل لغة الضاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله وإلى لقاء آخر